ننتقل مع حضرتكم لموضوع آخر حيث تستمر العيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة في تقديم خدماتها للمواطنين بالمنصورية بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة المزيد يطلعنا عليها المراسل أيمن عماد مراسل إكسترانيوز أيمن أهلا بك يعني لو تطلعنا أكثر عن هذه العيادات أهم الخدمات المقدمة للمواطنين أو أيضا الإقبال على هذه العيادات على مدار يومين متتاليين بداية من اليوم وحتى الغد تتواجد هذه القافلة الطبية بقرية المنصورية بالجيزة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية هذه القافلة لم تكن الوحيدة ولكن هي تأتي ضمن 65 عيادة متنقلة تم تجهيزهم من قبل وزارة الصحة والسكان وتوزيعهم بمختلف المحافظات بالجمهورية ولكن ماذا تقدم هذه القافلة ربما يكون هذا محور حديثي مع دكتورة سارة صوار مدير برنامج العيادات المتنقلة بقطاع تنظيم الأسرة أهلا بك دكتور سوعة خير إزاي حضرتك منورين كنتكلمين عن ما تقدم هذه القافلة للمؤدين أنا حابة الأول قبل ما نتكلم عن قافلة الجيزة إحنا على كل الجمهورية عندنا 582 عيادة متنقلة كل إدارة فيها عيادة أو عيادتين أو تلاتة على حسب الكسافة السكانية بتاعت الإدارة كل إدارة بتعمل قافلة أو اتنين في الشهر القافلة بتبقى على مدار يومين غير إن في الأسبوع فيه تلات طلعات يومية عادية للعيادة المتنقلة القافلة الرائدات الريفيات عندنا فريق أكثر من 14 ألف رائد على مستوى الجمهورية بيبدأوا أن هم دول في كل يوم عندهم زيارات منزلية لستات المستهدفات بتوع تنظيم الأسرة بيتوجهوا للبيوت بيعرفوهم بمعادة قافلة الخدمات اللي هتقدمها القافلة هذه القافلة إيه اللي هتقدمه للمواطنات أو السيدات بشكلها؟ السيدات اللي عندنا طبعا هم منتفعات أول حاجة بنقدم لهم المعلومة أول مرحلة في خدمات تنظيم الأسرة هي المعلومة الستة بتيجي بيبقى فيه ندوة فيه ندوة موجودة عندنا جوة حدك ممكن تصورها دي مجموعة ستات الموجودين كلهم الرائدات ومسؤولي الإعلام بيضوهم معلومات عن الوسائل أولاً وثانياً الصحة الإنجابية ككل كل المشاكل اللي متعلقة بيه الصحة الإنجابية بعد كده بتخرج المنتفعة بتاخد دورها في العيادة بتدخل الممرضة بتشرح لها كل الوسائل اللي متاحة معانا في العيادة كل الوسائل متاحة في العيادة في عيادة تنظيم الأسرة المتنقلة معادة بس الكابسولة هي الوحيدة اللي بتتركب فيه المراكز الصحية السابتة نظراً لظروف التركيب بتاعتها يعني حجم الإقبال في الساعات الأولى من صباح اليوم يعني السيدات كيف تستجابت لعزير قفر؟ إحنا موجودين من قبل الساعة التسعة أنا شخصياً موجودة من قبل الساعة التسعة الإقبال بالنسبة لي متوسط يعني مش اللي زحمة قوي بس زي ما قول حداك إن الرائدات بيقسموا الستات إن المجموعة ييجوا من تمانية العشرة عشان طبعاً ما يحصلش تزحم وكده عشان الكورونا الإقبال متوسط يعني الريد بتاع الشغل معتادل دكتورة لو هتكلمين عن الفرق الطبية المتواجدة هنا من سواء يعني الدكاترة أو الرائدات يعادتكوا قد إيه يعني بشكل تفصيل كل عيادة متنقلة طبعاً السائق هو الأساسي في العيادة المتنقلة عيادة متنقلة بتطلع بطبيبة طبيبة أخصائية تنظيم أسرة ممردة متدربة على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومعاها فريق الرائدات بتاع المنطقة اللي إحنا فيها يعني العيادات هي كل يوم بتبقى موجودة في مكان مختلف الرائدات بتاع المكان اللي إحنا موجودين فيه هما اللي موجودين النهاردة يعني هما بيبقوا من نفس القرية عاملين دعاية للقافلة من أيام اللي فاتت هما بيبقوا عارفين الناس وعارفين مين المستهدفات بتاعنا مين إحنا عندنا كذا فئة مستهدفة من الستات الست اللي لسه والدة الست اللي في آخر الحملة بيتابعها الرائدات برضو بيبدأوا يتكلموها عن فوائد تنظيم الأسرة وإن هي هتبدأ تنظيم الأسرة بعد الولادة على طول الست بعد الإجهاض مستهدفة بالنسبة لنا الفتيات اللي هما الصغيرين ودول هنا طبعا في المناطق إريفية بيبقوا كتير بيتجوزوا في سن مبكر وكمان الستات كبار السن برضو هنا بيبقوا متجوزين من بدري وخلفوا عدد كبير من أطفال فمستهدفين جدا بالنسبة لنا أن هما نجذبهم للخدمة بتاع تنظيم الأسرة يعني إذن خدمات كثيرة تقدم هذه القوافل فهي فرصة كبيرة للسيدات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها والتعلق بتنظيم الأسرة بالإضافة إلى ما تم تجهيزه في هذه العيادات المختلفة التي تتواجد هنا في قرية المنصورية أو في القرى الأخرى في المحافظات الأخرى اشتركوا في القرى